دكتور علي عبدالله هل هناك آلية ما قابلة للتطبيق يا دكتور تمكننا من أنه نتخطى مسألة واحد الدواء المصري ما هواش فعال اتنين مسألة لا خد الدواء ده طيب ما أنا عايز أعرف البديل طول الوقت إيه الآلية والإلزام لا لا هو الدور الستر بتلعبه هو الدور التسقيف والإعلامي فقط لا أنا لا أستطيع إلزام الصيدرية مشيء ولا إلزام العيادة مشيء لا أنا بكلمة على الدور المجتمع بشكل عام المريض لأنه سوز يوسف في ناس مهددة بخطر الموت بسبب أنه توقف على دواء له مسائل الدواء الأرسل لشكل القلب مش موجود القامدي طيب أنا عندي بديل واثنين لا أنا عايز العلبة لشكلها كذا أنا معرفش الدواء إيه أنا بخش يا سيد الله يقول له أنا عايز الدواء الفلاني اللي قال لي على الدكتور فلما بيقول لي مش موجود المصري أول حاجة هيسألها هو البديل بتاعه إيه المشكلة في الشاب الرائع الواقف لا يا سيد الله لا يا سيد الله معلش 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 ما إحنا بنقول أصلي الأحراب ما تعممش لأنه إحنا في 8000 ألف سيداليات في مصر مش معقول دي خالي من السيداليات وبعدين سيادتك أقول حكا ده هبالوب على سيادتك بقى السيدالية اللي ما تلاقيش فيها السيدالي اللي فرجع تمام بسيادتك مضمد الأمور لأنه أنا محتاج في سيداليتي اللي يعمل للشاي واللي يرتب للدواء وكذا فاصطف لابد أن يكون إيه موجود الموضوع ده السيدالي بيوقف بس بمرور الوقت في بعض السيدالة بيلهج تيجي ناخد مع بعض رحلة نتجول فيها أنا وحضرتك نلف على عشر سيداليات ونعد كام سيدالية فيها كام شاب وشابة خارجين سيدالة نحن بنمارس هذا العمل لكن هناك أشياء بحتاجة تعديل منها فيه عزوف من سيدالة للودد على عمل في السيداليات لضعف المرتبات فالزيد دكتور علي لا من أقول السيداليات لكن تقولي لا من أقول السيداليات لا لا من أقول السيداليات لا فيها فيها بسرحنا بالموارس العمل بالموارس العمل لكن بيحصل إيه في هذا الشق أنا بقونهك جهدا أن أنا عارف لو أنت عملت الناس بكل المنطق العلمي ده هدي آخر اليوم يجرى لك حاجة وبالتالي هنا الموضوع عايز دراسة من كل الجوانب الطبيب ومن الصعب جدا جدا الأطباء بقصة كتاب لا ده موضوع يعني بحتاج بحتاج شوف أحنا حتى الآن فشلنا أن نخلي الطبيب يحط دمغة على الرجرة بتاعته فشلنا أنه يكتب عشان تفادين الأخطاء أنه يكتب الرجرة على الكمبيوتر ده حاجات بيتاما نكشفين السيدليات ممكن سيدك دخلت ما لقيتش الدكتورة عالي في السيدلية تسأل تقوله هو جاي إمتى هقولك ما هي بيجي من الساعة 6 للساعة 12 ضعف المرتبط كمان المشكلة أن السيدليات الجدد متعليمي كويس قوي يا أستاذ يوسف كويس قوي صح أنه مش قادر بيبحث عن دور في السيدلية بيلاقيش لأنه عايز يعدي لعايز يشوف دور أنت بتقوله لا حاسب أنت المكتوب لك يعمل لو شايف غلط ما تعلقش عليه دي النقطة نقطة تطريبا فيه بقى مثال قانوني ما فيش قانون بيلزم السيدلي الحديث التخرج أنه يلتزم بمواعده في السيدلي يعني فجأة ممكن يقولك يا دكتورة علي أنا مش جاي بكرة خلاص مش جاي بكرة وبالتالي التفتيش برضو مع الدكتورة علي في القصة لا يبحث عن الجوهر وده محتاجين في حلقات نكالكس وان شاء الله